كل ذلك يجعلنا نؤكد على أن الوسطية والاعتدال هي البوابة أو النقطة الرئيسة التي يمكن أن نواجه بها هذه الأفكار المغلوطة لأن التوسط هو الاعتدال أو هو كما يقال السنتر فلا هو إلى أقصى اليمين ولا هو أقصى اليسار لأن أقصى اليمين قد يؤدي إلى ذلك إلى جفاء القلب وأقصى اليمين قد يؤدي إلى موت القلب والله عز وجل يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء ردوان الله والله عز وجل يقول وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك